عناية الرحمن للإيمان تهدين وتشرح الصدر للتقوى وتروين عناية الله للإنسان تسعده تشفي القلوب من الأمراض تحمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحببنا الشباب في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم اللي يعنينا المركزة لازلنا بنتكلم عن مرض من أهم وأخطر وأعظم الأمام أهلا وهو مرض عدم تحديد الإهداف كثير من الشباب عايشين في الدنيا بلا هدف لازم على وجه السرعة يكون عندهم هدف ولابد أن يكون هذا الهدف أخروي يكون هدف ديني لا ينبغي أن يكون شاب كل هدفه دنيا وجمع المال والأموال والحولة ولا كوتة إلا بلاه ولكن يبد أن يكون لقوه هدف أخروي من بين هذه الأهداف اللي ممكن تكلمنا عليها في حالة الماضية ألا وهي هدف دخول الجنة النهاردة هنتكلم عن هدف من أعظم الأهداف من أجمل الأهداف من أحسن الأهداف ألا وهو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة تخيل معايا وانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وجارك النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولكن السؤال هو أنت والنبي صلى الله عليه وسلم المرافقة هتكون في رتبة واحدة لا المرافقة لن تكون في رتبة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة في الجنة عالية ألم نسمع الحديث في الحلقة الماضية قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يقول سبحانه ومن الليل فاتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يطرى هدفك في الدنيا أنك تكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بإذن الله تبارة تعالى يوم القيامة يا فكرت في هذا الأمر يا فكرت هذا الموقف حرمت من نعمة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولكن سترزق بلذة النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل من السهل أن نكون في صحبة د SAS لا بد أن تقدم لا بد أن تعمل لا بد أن تخلص نيادك لا بد أن تقدم الأعمال الصلاحة التي ترضل لها عز وجل لا بد أن تمتثل الأمر لا بد أن تجتاني بالنهي حتى تفوز بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مين من الشباب مش عايز صاحب النبي في الجنة ومش الشباب بس الشباب والكبار والنساء وكل الناس دي كلها نفسها تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لكن ايه الحاجة اللي اعملها وتخليني مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نهاردة كتير من الناس يقولك يا سيدي بس اصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وحتى لو اكون خدام تحت رجليه المرتبة دي مش سهلة حتى مرتبة الخدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مرتبة صدقة لي مش سهلة مرتبة صعبة جدا علشان تحققها لازم يكون عندك همة عالية تانية حاجة من حاجات هدية لازم تكون محققها في حاجة مهمة قوي اللي هي طلب الرجاء من الله إن أصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة النهاردة الشباب عايز قدوتهم ما تبقاش كلامه بس النهاردة ما خدش اللي أقل منه في المرتبة مكانة عالية عشان أنا وهو مصاحب لمسا صلى الله عليه وسلم في الجنة لا النهاردة مين هيبقى قدوتي النهاردة في حلقة النهاردة مين هيبقى قدوتي مين هل يدخلني معاه وابقى هو أنا وهو مصاحب لمسا صلى الله عليه وسلم في الجنة هو واحد صحابي جليل قوي اسمه ربيعة ابن كعب الأسلامي قصته في بساطة إنه هو كان متعود دايما إنه بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في صلاة الفجر إنه هو بمهمته يصحى يصب ماء الوضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم ملقاش ربيعة ابن كعب الأسلامي فما كان منه إلا حاجة واحدة توضأ النبي وخرج فوجد ربيعة ملازم بباو حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أول ما شاف النبي انتبه فبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا عليك يا ربيعة تمنى علي يا ربيعة أطلب لك من الله تعالى أن يحققه لك شف ربيعة يا شاب من دول قال إيه ربيعة ساب كل متاع الدنيا واختار مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة كلام جميل جدا قال له أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يدعيله كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إيده للسمى ويدعيله ويقول له اللهم أجب قبولي وكذا 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 لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدله المفتاح اللي أنا وإنت لو عملناه هنكون مصاحبين لحضرته صلى الله عليه وسلم في الجنة قال له يا ربيعة أعني على نفسك بكسرة استجوده لله أعني على نفسك بكسرة استجود لله أعبدي لك بكل ركعة تركعها قصر في الجنة ولك بكل سجدة تستجدها نظرة إلى وجه الكريم جميل أول أن احنا نصاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة وجميل أول أن احنا نعمل حاجة علشان تقربنا من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ويا رب إن شاء الله ربنا يجمع النبي كلنا ونكون دايما صحبة دايما مصاحبين حضرته صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد يوم القيام هل أنت فعلا بتحب النبي صلى الله عليه وسلم كلنا طبعا الإجابة هتكون بنعم ولكن هات قدم الدليل على حبك للنبي صلى الله عليه وسلم القائل يقول من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراءه فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا إن كان صدقا طاعة ووفاءه لابد أن نتأدب بأداب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص للأسف انتشرت بدع كثيرة ما أنزل الله بها من السلطان بدع لم تكن موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أيضا من بين الأمور التي تعينك على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أن تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تعرف كيف كان يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم الأذى والمشقة والتعب من أجل وأجلك ومن أجل جميع المسلمين والمسلمات شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الأهل الطائف رموه بالحجارة وصلته عليه الصبيان يرموه وبعد ذلك إذا بيأتيه سيدنا جبريل ويقول له يا محمد إن الله قد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فيأتي ملك الجبال ويقول يا محمد إن شئت أنا أتبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم كان من سهل أوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ملك الجبال أن يحطم هذه الرؤوس الصلدة رؤوس المشركين والكافرين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا هذا هو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إنه الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوق أصحابه دوما لأنهم يكونوا أصحابه برضو في الآخرة يتبين ذلك في قصص كثيرة حتى في قصص بني إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضيافة رجل من أعراب يوما فقدم له العربي الطعام والشراب فلما انتهى المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ائتنا غدا حتى نكافئك فلما أتى العربي في اليوم التالي قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم سل ما بدأ لك يا أعرابي تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك اطلب اللي انت عاوزه لو قلت له أنا عايز أبع معك في الجنة هيدعي لك انك تبع معنا في الجنة لو تغفر زنوبك لو عايز تضعين الشهادة في سبيل الله هيدعي لك باللي انت عايزه فقال له الأعرابي يا رسول الله أريد ناقة أتبلغ عليها وأحتلب لبنها فغضب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه هل لا فعلتم مثل ما فعلت عجوز بني إسرائيل قالوا وما فعلت عجوز بني إسرائيل واختصار القصة أن يوسف عليه السلام حينما حضرت الوفاء أخذ العهد على بني إسرائيل أن يحتفروا الأرض ويأخذوا جسده ويدفنوه في الأرض المقدسة فمرت الأيام وجاء موسى عليه السلام وحدث ما حدث بينه وبين فرعون فحكى له العلماء ما أمر به سيدنا يوسف عليه السلام فقال موسى ومن يدلنا على قبر يوسف الآن فقالوا عجوز بني إسرائيل فجيئ بها فقال هل لا تدلنا على قبر يوسف عليه السلام فقالت لن أدلك على قبر يوسف حتى تعطيني حكمي فقال لها وما حكمك قالت أريد أن أكون معك في الجنة فكأن سيدنا موسى استقبر الموضوع يعني هي تدلنا على القبر وتبع معاه في الجنة فسكت نبي الله موسى عليه السلام وانتظر أمر الله عز وجل فأوحى الله عز وجل إليه أن أعطها حكمها فقال موسى عليه السلام أنت معي في الجنة الشاهد إن عجوز بني إسرائيل اشتاقت لتكون مع سيدنا موسى عليه السلام في الجنة فمن باب أولى أن نشتاق نحن لنكون مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة كيف لا نشتاقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله يا رسول الله متى الساعة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت له وماذا أعددت للساعة ماذا أعددت اليوم القيامة فقالها أعددت لها حب الله ورسوله فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أنت مع من أحببت ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يطين أسمى وأغلى معاني الحب له صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم لابد على كل واحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت فعلا بالدليل لقاطي حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه سيدنا خبابة من أردت رضي الله عنه ويقول له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا يا رسول الله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض خلي بالك يحفر له في الأرض يتعمل حفرة ثم يجعل فيها ثم يجاوب المنشار فيوضع على مفرق يأصيه فيشك نصفين فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون نبس سلم كان يعطي الأمل ويبث الأمل في نفوس الصحابة وحينما يبث الأمل في نفوس الصحابة يبث الأمل في نفوس جميع المسلمين والمسلمات من بعده صلواته ربي وسلامه عليه الجزع جزع النخلة حنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الجزع جزع النخلة كان جزء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما مر الزمان وكسر الوافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بالنبس السلم يضطر أنه يصنع من برع حتى يراه جميع الحاضرين في المسجد في خطبة الجمعة أو حتى الإلقاء أي نصيحة للمسلمين فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام ويصعد المنبر ويترك جزء النخل فيبكي الجزء يبكي الجزء لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم ببكاء الجزء ثم ينزم على المنبر ويضع يده ويحن على الجزء بك الجزء اشتياقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تبكي قلوبنا وأفلا تشتاك قلوبنا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد يا سراج الله فينا ومن حازت به الدنيا سناها محمد يا شبيه البدر واجها جمالك أو كمالك لا يضاها محمد سلوا بطحاء مكة أو رباها سلوا البيداء كم شهدت جباها لغير الله تسجد في خشوع ونور الحق يسطع في سماها محمد وعن كأس السكارة سالوا البوادي عن الأعراض ماذا قد دهاها وعن وأد البنات سالوا الرمالا فكم من صخرة كتمت صداها صدا صوت الوليدة في ثراها يمزق قلب صخر لا يراها أكاد الآن أسمعها تنادي وترجو الله أن يهدي أباها أغثني يا إله الكون إني أعاني قسوة بلغت مداها فكان الغوث أحمد حين هلا بطلعته البهية لا يضاها فعما النور وانقشع الظلام كشمس مزقت ليلا تلاها محمد يا سراج الله فينا ومن حازت به الدنيا سناها ورنمت البلابل بالرواب فسبحت الملائك في أولاها وراح الكون ياشدو خير لحن لمقدم خير خلق الله جاها رسول الله مرحا يا رحيما ومن حازت به الدنيا سناها قول حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما قال والله فوالله ما خلق الله وما زرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد بن عبد الله ما خلق الله وما زرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد بن عبد الله أغر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهده وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد دائما في كثير من الأسكار تجد الله عز وجل إذا ذكر لابد أن يذكر بعده النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أغر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فزو العرش محمود وهذا محمد فزو العرش محمود وهذا محمد فاللهم إنا نسألك صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة لابد أن يكون هدفك في الدنيا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عناية الرحمن للإيمان تهدين وتشرح الصدر للتقوى وتروين عناية الله للإنسان تسعده تشفي القلوب من الأمراض تحمين